بات من الممكن التحكم بحاوية في قناة السويس أو في أحد المرافع الكبيرة في العالم حيث يتدرب أهل الاختصاص على هذه التقنيات الحديثة في مرفع ريفال في وسط فرنسا وقد فتحت هذه المدرسة أبوابها منذ أكثر من أربعين عاما وهي تحولت على مر السنين إلى محطة رئيسية للمتخصصين في الملاحة البحرية الذين ينبغي لهم أن يقوموا كل خمس سنوات بدورات تدريبية مكثفة في مجال السلام البحرية نحن نواجه صعوبات هناك تعليمات نعطيهم إياها ونحاول أن ننحهم الشعور بأنهم اختبروا كل شيء لكي يتذكروا صورة أو شيئا منه في اليوم الذي يحدث لهم في الحياة الحقيقية واستنسخت نماذج صغيرة من أرصفة كبار المرافق في العالم فضلا عن قناتي كيال وسويس في حوض اصطناعي مكشوف على خمسة هيكتارات ويتمرن المتدربون العشر على مناورات الالتحام في ظل وجود تيار أو غيابه والجرف وتثبيت المرسات والتواجه في القناة والتقاطع جميع العناصر مدروسة من حجم السفن إلى قوتها وعمق المياه فكلها تحاكي الظروف الواقعية جميع النماذج بنيت وفقا لبقية خطط الموقع إنها قوارب حقيقية وتكلف هذه الدورة الممتدة على خمسة أيام أحد عشر ألف يورو ويستخدم فيها أحد عشر نموذجا مصغرا من السفن النفطية والمركبات والحاويات التي يمتد طولها على حوالي عشرة أمتار والتي يمكن أن يصعد شخصان إلى متنها وهذه المركبات مزودة بمقصورة قيادة ومحرك كهربائي وقد كلف بصيانتها ستة تقنيين بدوام كامل وتكلف كل منها أربعمائة ألف يورو